ان شاء الله معكم شيف دينا السايس أكلات ماما دودي النهاردة ان شاء الله هيكون المينيو بتاعنا عبارة عن مكارونا فارد من طلبتها مني كتير chicken rolls محش باللحمة المفرومة تمام كده والبهارات وهنعمل ان شاء الله الحلو بسبوسة وتعجبكم أولا بطريقة سهلة واقتصادية بدلا بنجيب الكيلو بالشيء الفلاني اللي احنا نعمله وتكلف علينا عشر جنيه تمام كده وانا سعيدة جدا ان انا معكم النهاردة واول حاجة احب اقولها برضو قبل ما ابدأ برنامجي اوجه تحياتي للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده معانا والسيدة انتصار السيسي ربنا يبارك فيهم يا رب واوجه شكري كمان لجيشنا العظيم وشرطتنا العظيمة حماهم الله وقفين طبعا صهرانين على حماية ان شاء الله ربنا يزيح الغمة ويرفع البلاء عننا بباركة الشهر الكريم اللي احنا على ابوابه ونبدأ ان شاء الله برنامجي اول حاجة هنعملها هي المكارونا الفارج طبعا انا قلت ان نستبق الوقت كده حطيت المكارونا تتسلق تمام حطنا لها طبعا تشاطرين حبايبي الحلوين حطنا لها ملح وشوية زيت ونوع جميل من المكارونا مش هنقول عن اسم طبعا تمام واللحم العصاب مفروما عصاكتها طبعا بطريقة زريفة وضفت لها حاجة جميل اوه عشان تبقى اقتصادية ونزودها ضفت بشارة بطاطساية متوسطة الحجم على كتعة لحمة لا تتعدل 8 كيلو عشان احنا في الظروف محتاجين ان احنا ايه نوفر ماجيش بقى الجوزة اقول له عايزة ومحتاجة والكلام ده شايفين يعني الوضع ايه ربنا يعين السيد الرئيس علينا يعني 100 مليون ووباء ومكروب وربنا يعرفين يا رب فحطينا بطاطساية وحطينا ملح وفلفل 3 معلق صلصة خوايس كده وعملنا العصاج بتاعنا بطريقة كده جميلة هنعمل دلوقتي على طول البشاميل وبرده نعمله البشاميل الاقتصادي للزريف هنحط له بيدا واحدة بازاي احمد حلمي كده في الفيلم يقول لها يا طان تحطي بالطيل لا هو بيدا واحدة كفاية تماشيان مع الظروف وهنعمل ان شاء الله كفتة مشوية كده لطيفة على السيخ كده هتعجبكو قوي قوي وبرده اقتصادية جميع نص كيلو لحمة مفرومة بخمسين جنيه وهنحط عليه كل حاجة وبقى بقى الفهنا وعافية دلوقتي انا عصقت اللحمة المفرومة تمام كده حبيبي وهنعمل دلوقتي البشاميل وان شاء الله الاسبوع جاية عندنا مفاجأة جميلة قوي وعرض لحاجة حلوة مش هنقول عليها دلوقتي عشان دخلة رمضان والسيتات بتحب تجهز وعشان العرايس اللي بتجهز ان شاء الله هنعمل عرض زريف جدا هنحط زيت تمام وهنحط شوية من الزبدة بالصبع مش هنحط الكزرول اللي هو فيه المعلقة اللي فيها اللحمة المفروم عشان ما نكرفش يا ستاتنا يا شاطرين لأ احنا بنوفر مش بنبوز تمام وعندي كمان معلومة جميلة عايز اقولها لكم حاجة اقتصادية ممكن اجيب باكو زبدة كيلو من اي شركة من الشركات في شركات في حدود 30 جنيه واجيب عليها قلبة سامنة برضو من اللي هي المعروفة النباتي اللي بيجي ارنات على القنوات واحط الدوية مع ده واحط اتنين زبادي وكبات لبن ومعلقة كبيرة ملح واخليهم ياخدوا يده هطلعوا مورتة جميلة وهيعملولي كمية كبيرة من الزبدة وبردو اقتصادية عشان ما ارهقش يزوجي في حاجات ايه ترهقه وتزاجه زي ما قلنا نقولنا ان الست الشطرة بتغزل اي مش عايز اقول بتغزل بقم اي بتغزل وشطرة طول الوقت حطينا السامنة مع الزبدة اللي قلنا عليها وهنحط حوالي اللي بحب البشاميل كتير حوالي تمن تسع معالق وويس وهنقلبهم بطريقة زريفة كده ماشي يا حبايبي عشان نعمل احلى بشاميل خفيف واقتصادي بس هو طبعا شوية بياخد زيت طبعا الزيت بيديني لمعة وخفيف وبنجيب يعني نوايات زيت حلوة راكة مش هنقول اسمها ايه طبعا عشان هناخدش علقة تمام المكرونة بتتسرق عندنا والبشاميل اللي هو بنجهزه اول ما ياخد لون دهبي اللون السفيري ده بنضيف له الملح والفلفل واي بهابابريكا شطة لو بتحبي مثلا بتحط ديها لون جميل تمام ونجهز البايريكس بتاعنا برضو مش اعلان البايريكس الصينية بتاعتنا تمام كده عشان تبقى جاهزة ان شاء الله ونبدأ نشتغل في طبعا الكلنكس ده نظيفة يا جماعة نبدأ نشتغل في ايه بلات شيكن رولز هو سهل جدا هنجيب نص كيلو عايزة تجيب ايه اقل ربع كيلو برضو انت بقى ايه حرة نفسك باي حاجة اقتصادية وهنبدأ نتابله تتبيلة بسيطة جدا هو طبعا مخصول وجميل عاوزين بس الايه الماء اللي سكينا ايوان باختشانطة الدكتور بتاعتي دي ايش انا بحب كل حاجة منظمة وبجيب ادواتي كلها راقية وغالية ايوان عشان ايه الغالي دايما ثمنه فيه انا انا اعمل اللمونة ناخد نصها للسكر المعقود ايوان وناخد نصها للتدبيل البني تبعا البني شايفة لونها ست البت جيب اللون البنبة وتشم راحتها عشان فيه حاجات بتبقى لونها اصفر دي بايزة مش هنجيبها طبعا خالص تمام تمام مش طبعا اللي بشامل معانا اهو بيتقلب وهياخد اللون اللي دهبي وطبعا احب برضه اقول انه اتمنى الشفاء العاجل وده يعني امنية غالي عندي اللي خالي وحبيبي العقيد مجدي مدكور لانه عمل عملية كبيرة وده وجهة مستشفى الجيش ندع له وبالشفاء العاجل يا رب ان شاء الله ويخرج لنا بألف سلام لانه ده يعني احب انسان الى فعلا الخال والد هو بعد بابا اللي يرحمه حنين جدا علي ربنا يخليه يا رب خالي مجدي ربنا يشفيك يا خالي يا رب هو في الرعاية المركزة دلوقت طبعا اللي بحط ملح وشطة شوية ببركة لللون الجميل عشان يبقى ايه لتشيكن كده اللونه حلو يا سلام لو عندك كاري وارخص جدا لو جبت بخمسة جنيه يقعدوا عندك شهر جاي عليك رمضان بقى ايه تهتمي بالتواب فلفل اسوط طبعا حبيبنا ورفقنا في المطبخ تمام يا حبيبي سنة كمون بسيطة قوي للتطعيم كده كمون جميل 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 في كل انواع الاكل تمام كده واقلبها تقليب بسيط واقسبها خمس دقايق على ما ايه ايه كده ايه تاخد التدبيل الجميلة احنا عاوزين التدبيل بسيط كده او كده اللي هنلفها رولز ونقليها ان شاء الله بالبيض والبقص نشوف المكارونة بتاعتنا طبعا العصات كده جاهز خلاص طبعا وبسلم على مامتي حبيبتي ازا دلوقتي قاعدة بتتفرج علي وعلى مرات ابني غادة وعلى ميادة مرات اخويا وعلى الاولاد كلهم اقول لهم ايه مساء الفل وحشتوني يا حبيبي هنعمل البسبوس عشان نكسب وقت تمام كده هي سهلة جدا جدا وجميلة بسيط هنجيب الساقنة بيننا البني خلاص ماشي يا حبيبي هنجيب الصينية بتاعتنا طبعا انا مفروض في الصينية الفيعة بس انا ايه قلت في التفال عشان ما تلزقش اوكي هنحط زبدة تمام كده شوية يعني كمية بسيطة ايوه بس لسه هناجن طبعا هنقولكو اللقات هنعمل ايه ماشي طبعا انا معايا معلقتي الكبيرة بس ماشي عارفة فين ايه فين الاتصالات يا جماعة ما يظهر نسيوم معادل حلقة عشان نتلعنا نهارفة متأخر يلا يلا بالاتصالات كل سنوانتو طيبين بدخل رمضان يبدأوا جاهزوا حاجتكو بس ما نخزنش الحاجة يعني المكسات اسعارها غالية ممكن نستبدلها بسوداني ممكن كفاية طمر بتاعنا الجميل مش مهم الانواع التاني مش عافزة اقول قسميها بدعاية والكلب هبدأ اعمل سمية البسبوسة سمية البسبوسة الجميلة بتاعتنا طريقتها يا حبيبي عبارة عن ثلاث كبايات دقيقة ببركة ربنا كده بسم الله الرحمن الرحيم كلها واحد ملاش تاني ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم هنحط لها كباية من الزبادي البلدي او اللي جاهز زي ما المتاح كباية الزبادي مش عايزة تتفتح ميش اوكي كده هنحط الزبادي بتاعنا وفي نفس المعيار بتاع الكباية هنحط السمنة بتاعتنا او الزبدة قلنا اللي هي بنعملها الاقتصادية جميلة جدا جدا وجربيها ودعيل وجاي رمضان استهلاكه كتير ماشي حبيبتي قادي كباية كبايتين هي بتحتاج سمنة كتير ولو حبيتي تعمل لها اشتة هقولك على الاشتة الكدابة دي اقتصادية بده ما تجيبي اشتة غالية كيلو بمئة وعشرين الاشتة الكدابة بتبقى عبارة عن كباية لبن حليب وعليها تلات معلق بودرة اي نوع ونحط اربع معلق سكر تمام كده وبيضة ايوة ايوة اهلا يا حبيبتي سلام عليكم وعليكم السلام ازاي اموك اللي اسمعت اسألك طريقة البيتزة حاضر يا حبيبتي اسمعيني دلوقتي اقفل التليفون واسمعيني وهقولك على طريقة البيتزة حاضر من عناي ان شاء الله عاوزين لو سمحت حد ييجي يصفلنا المكرونة ده عشان ما عنديشنا حود ماشي بصوا حبيبة قلب بالنسبة للبيتزة والماء السخنة فينا يا جماعة بالنسبة للبيتزة هنجيب كيلو لبن حليب حط عليه لتر مية دافية معلقتين من الخميرة الفورية تلات معالق من السكر البودر زرة ملح معلقة سكر تمام كده وثلات معالق من الزيت ده بالنسبة لل الماء دي وناخد الخليط كله ونعمله مع بعضه نقلبه مع بعضه كويس ونغطيها في فرن البودرز احنا داخلنا على الحار هتاخد عشر دقيقة تقريبا نجيب ثواني هتاخد عبرها مع علقتين زيت وفص توم تمام كده وشوية من البابركة ونقلب الخليط دا ونقلب الخليط دا كله هتبقى برضو جميلة جدا الحاجة اللي متاحة عندك تحطي بقى حبيبا ممكن ابسط حاجة شرايح بصل اجنحة شرايح تماطم تمام شرايح فلفل زيتون حاجات اقتصادية بس اهم حاجة ما تنسيش المتزارلة ودي بنحطها بعد ما البيتزة بتستوي وبتدخل على فرن عالي جدا درجة حرارة ومتين بتاخد تقريبا عشر دقيقة واول ما تطلع تبلي ايدك مية وتعملي كده عشان العجينة تبقى تري وتحط المتزارلة وتقطعيها بقى وتكريب الهنا والشفة جميلة جدا 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 عندك بوائي فراخ بني عندك بوائي لحمة مفرومة تعمليها باللحمة الموجود بقى عندك ايوة عليكم السلام عليكم عليكم السلام اهلا يا حبيبتي ازاك يا مروة نورتيني بالتصالك في نعمة يا حبيبتي قلب انتو عاملين ايه؟ يا حبيبتي قلب ربنا يخليك يا روح قلبي يا ربنا يتفتح يا رب هرمشي منك يا حبيبتي وامورين يا غالية الله يخلي لها بس معالاية بيكمبالا لا هنقولك دلوقتي على طريقة احلك ونافع عشان داخل رمضان كل سنة وانت طيبة تعمليها بقى لزوجك واولادك وبالهنة والشفة يا حبيبتي قلب هقولك دلوقتي حواضر الله يخلي اقفلي واسمعيني يا روح هنحط على البسبوسة نصف كوباية سكر وهنعمل السكر المعقود على طول ايوه تمام كده هنعجنها وندخلها الفرن كده هي بتحتاج بس خفيف اسمها بسبوسة ما باعجنهاش باطراف الاصابع وطبعا وطبعا مامتي حبيبتي بتعملها جميلة جدا وميادة مرات اخويا برضو تاكل منها بسبوسة جميلة ومرات شريف شطرة جدا تاكل منها محاش وملوخية بقى يا حبيبة قلب غادة ولا وحشاني جدا واحفادي زينة حبيبتي وحمزة حبيبي وحشني ونفس اشوفهم هم دلوقتي عاديين في التجمع عن دخلاته يلا يا ولاد بقى تعالوا عشان لنا عايزة تشوفكم وحشتون تمام كده في رعاية الله يا حبيب هم عاديين دلوقتي بتفرجوا علي طبعا مغالين عليها جدا وعايزة اقدم ابعة سلامة وتحياتي للحجة سامية محمد ابن شريف اقول لكم لصنطبا يا حجة معلش انا كنت تعبنة وما اكلمتكيش يعني هي ستة كويسة جدا واصيلة وعيش رغال يا ربنا اديها الصحة وبركلاف اولادها واحفادها يا رب تمام كده لقصر حبيبنا اه شعب لقصر واسوان اهلا وسهلا حبيبة قلبي سهلا سلام عليكم عليكم السلام اهلا يا حبيبتي زكية غالية عاملة ايه كويسة الحمد لله ربنا اديك الصحة يا حبيب وامورين يا رب عايز عصدت كيكة بالشوكولاتة كيكة بالشوكولاتة احلى كيكة بالشوكولاتة حاضر يا حبيبتي ميشي لو سمحت عايزة مية سخنة يا جماعة كاتل فيه حاضر يا حبيبتي كده البسبوسة خلاص اختلطت جميلة ولو كان عندك جوزهند بس انا محبيتش حطولكو عليها جوزهند النهات بتحطي حوالي 3 معالي برضو بيخليها جميلة جدا واقتصادية ورخيصة ها مانجباش بقى بره بالشوكول فلاني وتجزعيها يا حبيبتي ولو عندك مكسرات بس احنا لسه مجيبناش المكسرات تجزعيها كده وتدخليها على الفرن وتعمل السكر خفيف كبايتين سكر كباية ونص مية واول ما تبدأ تغلي بتحطي نص لامونة وتدفي عليها على طول وتسقيها وهي سخنة وتغطيها وبالهنة والشف هندخلها الفرن بتاعنا تمام كده هنأكل احنا بسبوسة مع الشاي باللبن وبقدم سلامي وتحياتي لأولادي شريف ومحمود وبدر بارك الله فيهم وللحج خالد اللي نايم ده وما تكلملش لحد دلوقتي هنجهز الماء السخنة يا جماعة وصماء هنجهز دلوقتي البشاميل البشاميل بتاعنا هو محتاج بس تقيل انا حطت له لتر لبن وده تباية جدا ما عندي جيش لبن حليط وطبعا هتحط بيضة هنعملها بالايه بالملح والفلفل ونحطها على البشاميل نقلبه معايا ما نحطهاش على الوش عشان ما تعملش طبقة وتفصل لا طبعا احنا بدينا نصايح لبزات العرايسنا الصغيرين ماشي هنقول على الكيك بالشوكولاتة بطريقة سريعة 3-2-1 3 دقيقة 2 سكر 1 زيت على سمنة او زيت على زبدة باكو بيكينج بودر 3 بيضات 2 باكو فانيليا او فانيليا من السائلة هنحط معلقة هنضرب الخليط ده كله في الخلاط الاول السواء السائل اللي هو البيض مع السكر مع الزبدة مع الفانيليا وبعد كده نحط بولة ونحط فيها الدقيق تمام كده على بيكينج بودر ونقلب ونبدأ بعد كده نعمل ايه يا حبايبي نحط الخليط في الصينية وتكون الجدار بتاعها عالي عشان تدي مساحة للكيك عشان ترتفع او نسيت اقول هنحط 3 معالق كاكاو ماشي بقى كده احنا جاهزين بعد كده لو عايزة تدلعيها شوية وتدلعي جوزك واولادك تعمل السوس الشوكولاتة عبارة عن نص كبات زيت ام محمد سلام عليكم عليكم السلام اهلا يا حبيبتي ازاي حضرتك الله يخلي عايزة تأذبت على طريق العزينة بعد البترون حاضر حاضر عرايا انا لسه ايلها بس اقولها لك دلوقتي حاضر نقفل بس صنية المكانونة بتاعتنا وهقولها لك وبعد كده نعمل السوس الشوكولاتة هيبقى عبارة عن نص كاكاو نص زيت نص كبات سكر بودرة 3 معالق حليب بودر او نص كبات نضربه كله في الخلال وبالسناكس كده اغارز الكيكا واحط السوس الشوكولاتة هيعمل طبقة سميكة جميلة وهتبقى دي كيكا بالشوكولاتة تقدميها لديوفك ومش مكلفها كلها تكلف ايه 10-12 جنيه جبتيها من بره طبعا 120-130 وممكن تحطي لها كريز تحطي لها جوزهند الحاجة الموجودة عندك ده اللاعي بقى براحتك حسب امكانياتك تحطي لها سوداني هتبقى روعة وكلي بقى ودعي لأحلى كيك بالشوكولاتة انا بحبها جدا وباكلها من ايد ميادة مرات اخويا بتعملها برضو جميلة هي طبعا تعليم ماما يعني زي بالزبط ان شاء الله الهنة والشفقة يا حبيب طبعا بنقلب البشاميل يا جماعة عشان ما يلزقش مننا وهي الست الشطرة ويبقى البشاميل بتاعها ايه خفيف وجميل احنا حطينا لتر حليب اي نوع انت بتحبيه او كوباية لبن بودرة وتزودي مياه الموجود تمام كده وتزبطي بقى التحيئة بتاعتك الملح والفلفل عشان تبقى مزبوطة والعصاك طبعا جاهز ندخلنا البسبوسة هنقفل سنية المكارونة وندخلها الفرن ان شاء الله مش هتاخد وقت معنا وتبقى زريفة جدا وبالهنة والشفقة يلا سوري كده هنقين شوف شفتي بقى كان لازم ندوق محتاجة ملح ايوة تدوقي حاكتك عشان يبقى اكلك مزبوط وانتي صايمة طبعا بتقول يا رب وبتسمي وتعمل وبيطلع الاكل جميل ببركة الشهر الفضيل بنقود علينا بخير يا رب ويكون زاحل الوباء عن البلاد والعبادة عن امة محمد كلها تمام كده كده البشاميل خلاص يا جماعة اوكي هنعمل ايه دلوقتي هنجيب الصينية بتاعتنا هندهنها زبدة تمام كده بسم الله الرحمن الرحيم عشان نجاهز صريحة المكرون الزبدة الجميلة الاقتصادية روعة تعملي منها برضو كلها هتحكت العيد وهتدعيلي ان شاء الله حكت العيد بقى مع بعض كما انا هعملها لكم ان شاء الله وبانسب الاسعار وهتدعولي برضو ان شاء الله دايما ايه نعايشين بدعواتكم احنا قلنا على البيتزة بكده كل طلباتكم تمام كده احنا جهزنا انا اخد بقى بسم الله الرحمن الرحيم البشاميل بتاعنا الجميل وهنضف له ده بيت بسفرين رائع جدا انا بحبه جدا كان والدي رحمة الله عليه اللي هو وجود السايس بيحبه اوي اوي وكان يقول له والدتي احنا من ميت غمر اصلا ده اهلاي هتلنا هو كان يجيب البيت ده بسفرين ده بالكاراتين وكنا نفرح بيه او احنا صغيرين عشان شكل البيت ده وهي نزلة بالسفرين بسم الله الرحمن الرحيم دايما نسمي بالله وعايز اقدم تحياتي لشفاتنا العزاز شيف شربيني طبعا ده البرنس بتاعنا شيف فاطمة بوحيت انا بحبها جدا شيف نجلاء شيف سارة مش عاوز انسى حد اميرة حبيبتي اميرة في المطبخ وردوة شربيني حبيبتي كلهم غالين علي وعلاق تمام كده نبدأ بقى نحط المكارونة بسم الله الرحمن الرحيم ايوة سلام عليكم ايوة طبعا اكيد يا استاذ عاطف احنا بنستعمل نقللهم من الاكلة ربنا ايديك الصحة وسلامنا للمدام كتير وكل سنوة انتو طيبين واحنا بنحب النصيحة طبعا وربنا يعافينا يا رب ان شاء الله ويعفو عننا بس احنا بنستخدم زيت خفيف والله يا حاج حتى الزبدة بتاعتنا بنحطلها شوف كمية اللحمة المفرومة انا متوسية بيكم وزي ما قلنا بنحط بطاطسايا وطماطمايا وفلفلايا حمية تمام ايه رايك يا مام سمعت السوتك النهاردة يعني وقدم تحياتي لاخويا مقدم احمد السايس الامن العام وده اخوي الوحيد زي ما قلت لكم وانا بحبه جدا واحترمه مع اننا يعني اخته الكبيرة بس هو غالي علينا للمربيه يعني بقول له ازاك يا حبيبي عامل ايه ربنا يديك الصحة يا رب صهران طبعا وبيتعب جدا في شغله وسيب بيته واسرته يا ربنا يرعاهم يا رب ويحفظهم بحفظه ربنا احنا كده قفلنا يا جماعة الصينية وحطينا الاول زبدة وبعدين حطينا شوية من البشامال اهلا وسهلا سلام عليكم اهلا يا حبيبتي فضل زكيا مؤيمن الله يسلم انت طيبة يا غالية واموريني يا حبيبتي عايزة عجلت الزلابية الزلابية حاضر ولك عليها دلوقتي احلى زلابية وتعملها ان شاء الله النهاردة وتعزميني بقى عندك صحتين وعافية فدلق فيلي كده احنا هنقفل سنية المكانونة وبعدين نقول على طريقة الزلاب وبعدين احنا مفهود نستعمل كبشة بس يلا ايه احنا بنقول ان النبي عربي كبشتي وحكتي معايا كل حاجة موجودة ان شاء الله تمام كده احنا ايه بنقفل سنية البطاطس ايه اللي قصد المعلش زهايمر مبكر سنية المكانونة هتبقى جميلة جدا جدا معمولة بمزاج ومتكلفة وخطيرة خطيرة بتجيبنا وبقدم تحياتي لشيف مروة حبيبة قلب اللي بحبها والشيف شريف عفيفي طبعا بحبهم وبتباحهم كزملة وبناخد برضو من بعض النصائح يعني مش عيب ما عندنا مثل يقول لك يعيش المعلم ولا يتعلق يعني دا ما نقبل النصيحة وبصبح بمسي على طون تأسماء حبيبتي دي خالتي وعلى حج جمال زوجها ربنا يبارك فيهم يا رب وأولادهم هيسم وميده بقول لهم ايه وحشتوني والله مش هلتمش بقى لكتير ان شاء الله دايما نتقابل ايوة شرام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايلا يا حبزك يا معبد وحبيبتي عامل ايه ايلا يخليك يا سيف منورة الشاشة ربنا يخليك يا رب ربنا يخليك منورة بيك وحبيبتي وليكم انا منكو يعني اموريني يا روح الامر اللي احنا عايزين نشكرك على الحياة الحلوة اللي بنتي بتعمليها دي وخليك الصعاية كلهم بيجلدوا لأكل اللي انت بتعمليه والله حبيبتي دا يشرفني اهل السعيد حبيبنا حبيبنا والله احنا سعداء ونحب يا رب نشوفكم في شهر رمضان كده ان شاء الله يا رب يا حبيبتي بس انا بنتهي بالفرصة عن طريق البرنامج بتاعك وعايزة يعني عايزة يعني اجيان اقول كلمة كده يعني ازاي الشعب كله يعني الرئيس وكده بيقول لا او وعد في البيت او وعد في البيت اما مش حسين بالصعيد الجواني ده خالص ده منسي خالص لا ازاي دا حبيبنا دور حاضر يا حبيبتي حاضر بنوصل برضو صوتك السياد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو حبيبنا وحبيب الشعب واحنا اخترناه وانتخبناه ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه لنا ويحفظ لنا السيدة انتصار حبيبة قلب انا بحبها جدا جدا غالي علي جدا بارك الله فيها طبعا انا كنت اه محطتش السكر المعقود فهنا احنا عاوزينه اصلا في ثانية سخن نقلنا اه كبايتين سكر وكبايتين مية تمام كده ونص لمونة والف هانا وعافية ان شاء الله هنكل احلى بس بوسة وبنوجه تحياتنا للاستاذ هاني والمخرجنا العظيم وللقصد كله اللي تعبان معانا بارك الله فيهم وانا عزمهم النهاردة على الغدى غدوة جميلة من اختهم دينا تمام كده وربنا يا رب يقدرني دايما نكون عند حسن ظنكم وعند حسن ظن الجماهير بتوعنا لان ده واجبنا نطلعين عشان نساعدكم ونقدم لكم افكار جديدة وجميلة هنمسك طبعا بس بوستنا الحلوة ونحطها هنا والسكر بتاعنا هيغلي دلوقتي وهنسقي بيها ان شاء الله ندخل سنية المكارونا الفرن عشان ايه هي مستوية هتاخد بس ايه تحملة الوجه ماشي طبعا احنا عاملين كسين مكارونا انت حسب العدد هاوزة تعملها اربعة ماشي عشان احنا عددنا كبير فعملين ان شاء الله كمية كبيرة وافيرة يا هيوة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اهلا يا حبيبك زكا مدام فاطمة عاملة ايه حبيبتي الغالية اللي يخليك في نعمة الحمد لله يا حبيب منورة الشاشة يا شيء حبيبتي والله منورة بيكو يا حبيبتي ربنا يديك يا روح يتفضلي معانا حبيبتي وانا مش تفضل هنيجي يا روح السلاميليا غالية ربنا يديك الصحة انت عاملة ايه ماشي تفضل ماشي تفضل طبعا سانية المكانة دخلت الفور تمام بالهانة والشوفة تعجبكو قوي واحنا ان شاء الله ده ايوة استاذ محمد سلام عليكم عليكم السلام تك يا فندم انا سلام امارنا يا استاذ محمد فضل ربنا يخليك يا فندم انا حضرتك اه ماشي يعني انتالع البرنامج بتاع حضرتك يعني وبسم الله ما شاء الله عليك ماشي يعني ربنا يخليك يا رب امارنا يا استاذ محمد ربنا يخليك نتعادل اسأل سؤال يعني فضل فضل ممكن اعرف يعني عمالي الهريسة من المكسطلات ازاي الهريسة الهريسة الدمياطي حاضر عناية هقول له حضرتك دلوقتي على الهريسة الدمياطي بتتعامل ازاي وتاكلوها ان شاء الله بالفهنة بص يا استاذ محمد هي بتعتبد على جوز الهندي كتير والسكر السيرب بيبقى تقيل جدا حضرتك تمام كده هنجيب نفس البسبوسة هنجيب ثلاث كبات دقيق ماشي ثلاث كبات سميت ويكون ناعم ماشي ومعلاقة بيكينج بودر ونص وكباية ونص من الجوز الهند عشان الهريسة وبيضة تمام كده حضرتك ونص كباية زبدة واقلب الخليط ده كله في صنية متوسطة الحجم وتكون له اياء زي سوان البيت زي كده واحط فيها الخليط تمام وادخلها الفرن واول ما تطلع هي هتكون سهل فضل ايوة عليكم السلام زيك يا حبيبتي مادام فاوزي ايوة حضرتك سيفزينا اهلا يا حبيبتي ايوة معاك يا حبيبتي تفضل اهلا حضرتك كنت عايز اعرف الكيكة ايوة بتطلع في النص تمنفوها حوالين اه الفرن بتاعك السجة بتاعته مش مزبوطة على طول اه الفرن السجة بتاعتك مش مزبوطة زبتيها يا حبيبتي ايوة وان شاء الله هتبقى تمام معك اوي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لحبيب العافو حبيب سينا البسبوطة تمام كده ايوة لو عندنا الفرن فيه شوية نحتاج ندخلها شوية تاخد صدمة مفيش خلص اوكي احنا كده دلوقتي هنعمل بس محتاجين لو سمحت المقلاة دي ننقل السكر في حاجة ونستخدم المقلاة ننقلها ماشي هجيبها لكم السكر هنا هي كده البسبوسة شربت كمية وفيرة هنركن السكر ده في حاجة الحلة اللي عندي طبعا مش جاهزة ونخسل دي ونجهز الشيكن رولز قصدي لشان نحشيه هعمل ايه دلوقتي؟ احنا تابلناه تمام؟ ماشي اوكي عايزين لو سمحت لو سمحت يا جماعة عاوزين الحلة قص المقلاة اللي هنقل فيها عشان نجهز طبعا قادي القطعة تبقى كبيرة ومادقوها كويس وقلنا من مكان ناديف جدا وجميل ماشي اوكي هلفها كده استوانا ماشي وابدأ اخليها في الطبق جاهزة على طول وهغلفها بالبيد والبقصمات واقليها على نار متوسط عشان تستوي ماشي عندك حشو عاوزة تحشيها ماشي احنا انا بنوفر بقى تقدر تجيبي ربع كيلو واخد بالحاتجان دي الواحدة دي هنقسمها اتنين تقدر تجيبي ربع كيلو فراخ تمام؟ وتستخدميها ربع كيلو هيبقى تقريبا بحوالي اتنين وعشرين جنيه ده هنحتفز بيه هنخسل الحلة ونحط فيه ده سكر معاقود مش هنرميه ماشي؟ نخسل الحلة ونحط فيه وهتل المقلقة طبعا زا ما يلنا كلهم بيتعبوا معانا ربنا يديهم السحنة حطينا صلصة وحطينا ملح وفلفل وعصير لمون وبابركة تدبيلة الجميلة اللي بتديها المزازة وشوية كامون ماشي؟ تمام وده حلو جدا وانا كنت بعمله على طول وشهير مشهورة به يعني كمان احيانا ندلع ونحشي لحمة مفرومة احيانا نحشي مثلا اي حاجة عندك عايزة تحشيها بسلة مع الجذر سبانخ ومتزللة هيبقى تحفة ان شاء الله بالهنة والشفة انا مسنين الوك ايوة تلام عليكم تلام عليكم ايوة حبيبتك كده خلاص احنا كده عملنا الرولز مستنين بس نغلفه بالبيد والبقسمات ونقليه ونبقى احنا النعار ده كده ان شاء الله خلصنا المينيو بتاعنا على خير ماشي معلسة انا اسفة اهاشرب شوية من المية المية البسبوسة البسبوسة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله ولا حول الاقوة الا بالله اللي هو مصل على النبي طلع فعلا حكاية نقدر كده نعرضها هنا بقى مش معقول كده ايوة ممكن نطلحها ان شاء الله بس هي سخنة نسيبها تبرد شوية ماشي هبدأ اغلف الخليط بتاعي اللي هو البيضة تمام كده حبيبي وعليها قلنا التدبيلة الجميلة سنة شطة ماشي فلفل اسود ده صديقنا بتاع البيض اول ما عنديش فلفل اسود احط خل احط نص لامونة واحب كمان اقول معلومات تفيدنا بالنسبة لتعاقيم البيض في الفترة اللي احنا فيها دي اول حاجة ادينا دي على طول بالمية والصابون لمدة عشرين ثانية ماستعجلش ايوة مادام اسماء السلام عليكم وعليكم السلام يا حبيبتي ورحمة الله وبركاته ومورين يا غني اخليك يا رب والله بحب حضرتك جدا يا حبيبتي ايوة انا بحبكوا اوي او والله وعملالك الناده بزبوسة بقى عايزة بؤك فضالي عندنا والله خليك انا بخلصت من حضرتك قبل كده طريقة عامل اللان شنو ما عاملته وطلع مزبوط معايا طلع مزبوط؟ اه الحمدلله يا حبيبتي الحمدلله بقال في انا وعافية يا روح والله يخليك يا رب بس حيزة طريقة جبنة المتزرلة حاضر عناية حاضر احلى الجبنة المتزرلة حاضر هقولك دلوقتي ان شاء الله بتعمليها ازاي ماشي يا حبيبتي بس المتزرلة احنا ما بنعملهاش في البيت دي بنجيبها جاي انا بعمل الجبنة الشيدر الجبنة الرومي الجبنة الريكفورد وهقولك دلوقتي عليها ان شاء الله يا حبيبتي تمام هنبدأ دلوقتي نحط الزيت عشان نقلي الرولز بتاعنا عشان نقدمه يا جماعة فين اطباق التقديم لو سمحت طبق تقديم نقدم في ايه كده احنا جاهزين هنبدأ نغلي في الرولز بتاعنا وقلنا ده اقتصادي جدا يعني ده نص كيلو بخمسة وتلاتين جنيه اذا انا مفيش ولا ارخص من كده ولا اجمل من كده عشان تكونوا دايما مبسوطين يا جماعة وراجائا لو سمحت عدم تخزين اي مأكلات في البيت الاشياء كلها متوفرة كويس جدا وما نشغلش بقى نفسنا ان احنا نبدأ نخزن ونرهك الزوج هات لي سكر هات زيت هات كذا هات مكرونة كميات مش هيحصل حاجة ومصر ان شاء الله محفوظة مذكورة في القرآن اربع مرات ادخلوا مصر ان شاء الله امينين وربنا يا ربي بارك لنا في رئيسنا انا بحترمه جدا وبحبه جدا جدا بوجه له سلامي وتقديري والسيدة قارنته ونفس اشوفك يا رئيسنا نفس اجتمع بحضرتك بارك الله فيك ياريت يعني ربنا يسعدنا كده وشوف حضرتك ما بتأخرش يعني انا مش عايز حاجة غير ان انا اسعد بلقاءك ان شاء الله ودوقك بقى ايه الاكل بتاعي ربنا يخليك يا رب رئيسنا بفتاح السيسي قمة في الادب وفي الاخلاق بارك الله فيه ربنا يبارك لنا في الاستاذ محمود محمود بيه ابنه مسك المخابرات الحربية محترم جدا واسم غالي عليه على اسم محمود ابني ده رقم اتنين واقرب حد القلبي واحن واحد في اولادي تلاتة محمود بقدم له تحياتي وبقول له يا محمود ربنا يسعدك ووفقك كده في عرستك الحلوة ان شاء الله بأمر الله هناخد فاصل تمام كده يا حبيبي وانا هكون بشوف سنية المكارونة طلعها لكم عشان نتغدى مع بعض واشوف الاتشيكن رولز وصحة وعفية دي كبيرة طبعا لابن نعمل عمليات اقتصادية هنقسمها اتنين ايوه عشان كلنا ناكل والدي كمان ممكن ياكلوها اتنين ايوه الاقتصاد حلو يا جماعة وربنا سبحانه وتعالى قال لك ولا تبسطها كل البسط اهلا يا جماعة احنا رجعنا لكم بعد الفاصل وحشتوني في الدقايق البسيطة دي دلوقتي الاتشيكن رولز بيتحمل تمام والبسبوسة طلعت والمكاونة الفرنة خلصة هنقدمها دلوقتي ونكون كده جهازنا المينيو والفهنة وعافية عليكم يا حبيبي والصحتين وعافية وان شاء الله ربنا يا رب ايه دايما يتمن عليكم كده وبالخير يا رب ان شاء الله تمام كده احنا مستنين الاتصالات بتاعتنا من حبيبي الحلوين تعاوزين يكلمونا هنضف طبعا مكان بتاعنا عشان نقدم الاصناف بتاعتنا وسحتين وعافية يا حبيبي بسم الله ما شاء الله احلى صنية فرن النهازة تتقدم ماشي اهلا وسهلا ومحمود ازاي حضرتك اهلا يا حبيبي ازاي كنت يا روح الحمد لله والله انا عايز اعشك حضرتك على الاكلاتك الحلوة اللي انت بتاعتني والله يا حبيبتي ده بعد ما عندكو يعني يا ربي خاليك بس انا عايزة عايزة يعني اسأل سؤال فضل يعني اه حضرتك انا يعني ببث القيلة يعني انا الوحدي ومعي طفلين وعايز اعجار فنفسك حبي خائدني الازمة اللي انا فيها دية يعني انا كنت استغل في بيت وبعد كده جانيه خلاص استغنوا عني عشان مرض الكورونا يعني طب يا حبيبتي سيبي تليفونك وان شاء الله ربنا يكرم بامر الله احنا بنقول اهو بالناشد القلوب الطيبة والمصريين معطئين واحنا لازم نقف مع بعضنا يا جماعة وربنا والرسول قال كده صح؟ الانسان ما يستحقش يعيش في الدنيا ازا ما كانش يساعد المحتاج وربنا يبارك فيكو يا رب ويعافيكم وكله سلف ودين انا ساعدتك النهاردة ربنا هيروديني الخير ده بكرة وان شاء الله دايما نكون مع بعضينا كده يا جماعة نبن نضف طرابازاتنا عشان طبعا نقف كده في منظر جميل تمام كده؟ ايوة لان النضافة من الايمان باول حاجة نضافة قبل الشطارة وقبل المطبخ وقبل اي حاجة دايما نكون ايه نضاف كده وجاهزين وطولتنا نضيفة عشان نطلع المكارونة للفرن تمام كده؟ وربنا دايما يا رب يطمننا عليكم والشعب الجميل هنقطع البسبوسة يا جماعة عشان حبيبنا الحلوين طبعا مخرجنا الجميل استاذ وليد استاذ هاني والقست بتاعنا هيكلوا معنا احلى بسبوسة صحة وعافية واقتصادية ولا ايه؟ اهلا اهلا استاذ كريم ايه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا فندي ايه يا فندي ما انا معاك المطارونة عجبتني ايه يا حبيب انا تصدع معايا تصدع معايا كده طب هقول لحضرتك على حاجة ان شاء الله حضرتك هتشوفي دلوقتي الطريقة بتاعتها ماشي وهي سهلة جدا وعايزة تكلميني بعد كده على الخاص نحكي مع بعض وندردش بقى ماشي واقولك برضو على طريقة العمال بتاعتك ماشي يا حبيبتي برعاية الله يا روح برعاية الله طبعا ده اللي مخرجنا الجميل انا عاملة حسابه النهاردة وياريت نتعرف يعني على المدام بتاعته وهاني والكست كله بقدم له تحياتي واحترامي وبتسلم على الحاجة خالد ايوة سلام عليكم زك يا فندم عامل ايه طبعا نتلمنا تاني ان شاء الله هاني حبيبي اهلا بيك يا حبيبي طبعا ده اللي تشيكل رولز انت ممكن تعملي كمية اكبر تمام كده براحتك بق بس انا احنا قلنا ان احنا ايه عاملين نهاردة نص كيلو تعملي كيلو حسب الاعداد وتحطي معها بقى شبسي تمام كده تقدمي معها بقى ايه اي حاجة كده عندك موجودة هي طبعا الحمدلله استوت ايه ونقول ايه بالفة هانا وعافية ساحتين وعافية على قلبك حبيبي انت وقسرتك الغالية تمام تمام ميش اوكي كده نقدر نقدم يا تشيكن رولز بتاعنا نلوق بس كده حوالينا ايوة اهلا وسهلا حبيبتي شعب اسوان الغالي ازايك يا روحي عامل ايه حبيبتي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك كسبت الكل وعيش الحمدلله يا رب دايما يا رب مرينة حبيبي اتفضلي طبعا اتفضلي طبعا عوصل على طريق بلح الشام حاضر احلى بلح الشام واقتصادي وجميل وتعمليه في بيتك هنقول عليه دلوقتي وهيبقى عبارة عن كباية دقيق وحلة صغيرة نحن حاضر هنطلع المكارونة بتاعتنا يا جماعة الاول ايوة مخرجنا الجميل معدنا القطيع ايوة بيقول لي واعتنسي المكارونة طيب حد بقى من الشباب يجي يطلع المكارونة ماشي اوكي اه دلوقتي حبيبتي هنجيب كباية دقيق هنحط معلقة سمنة على الزيت في الحلة ومن غير ما يقدح والحاجة عشان ما يحرقكيش تحط السمنة او الزيت وبعدين تضيفي كباية مية واول ما تغلي تحطي كباية دقيق واول ما تبرد شوية تحطي الفانيليا ومعلقة السكر تقلبيها وتحطي حبيبة قلبي اربع بدات تمام او تلاتة وبعد كده حبيبة قلبي تبقى انت كده جاهزة عملتي احلى بلا حشان تجيب الزيت تخليه دافي وتخلي معاكي مقص والت وبالقمع نزلي يكون القمع واسع عشان يبقى تخين شوية نزلي في الزيت اللي هو الدافي تمام كده هنحط هنا ايه سخنة وبعد كده حبيبة قلبي تبدأي تعملي ايه تقليه اول ما يبقى لونه ده هبيتطلعي على كيلي نكس او ورق شفف عشان يمتص الزيت تقليتيه في الزيت طبعا زيت غزير والحالة تكون الجدر بتاعها عالي وبعد كده تكون مجهزة شربات تقيل كبايتين مية وعليهم كبايت سكر وفانيليا والحالة والشف امو حسام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله اهلا يا حبيبتي ازاك يروح انت عاملين والله يخليك ربنا يخليك ايه راك في المانيو بتاعنا النهاردة لا جميل ما شاء الله صانيت المكرونة جميلة تستميجك الله يخليك يا حبيبت اهه ربنا يخليك ايه والله كنت عايزة تقال على اكتا كده اللي هي المبكبكة اه ده المبكبكة الليبي انا نفس عمالها يعني حاضر هقولك عليها دلوقتي وبقدم سلامي وتحياتي لمدام رويدة مدام رويدة حبيبتي وليك طبعا يا حبيبتي اه دي غالي عليك جدا من ليبيا وبتعمل حاجات جميلة بتعمل اللحم المقدد وده حاجة شيك جدا وبتعمل يا حبيبت قلبي المبكبكة وهنقول عليها دلوقتي وبقدم سلامي لامه ناصر من فلسطين ولا ابو ناصر والحجة والحج بارك الله فيهم وقلهم كل السنة وانتو طيبين ايوه سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله حبيبتي اهلا ناسا سلام عليكم سلام عليكم ازاي بنعمل البيتزا اه حاضر يا حبيبي اه ان شاء الله حاضر احنا طبعا وقتنا انتهى والقاعدة معاكم ما بتشبهش منها ومعاملين لكم النهاردة احلى سانية مكارونا واحلى سبرينجرولز واحلى سانية بسبوسة تفضلوا معانا وهتوحشوني من النهاردة لحد يوم لحد وان شاء الله ربنا يوفقني واقدر ان انا اكون معاكم في رمضان كل يوم عشان اسعدكم باحلى الاكلات وكل سنة انتو طيبين واقولكو ايه في رعاية الله باي باي